ازايكم يا مواليد برج الجادي يارب تكونوا بخير انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراغ توقعات برج الجادي اليوم الاثنين واحدة ثلاثين يناير كانون الثاني الفين اثنين واشين واخيرا انتهت من فترة فيها تعب ومزاجية كتيرة واللي هتكون انت بدأت فيها من فترة وجال يوم ده علشان يديك القوة والدعم علشان تتخلص منها وتنتهي منها وتخلص من التعب والمزاجية اللي انت كنت بتمر بيها الفترة اللي فات لكنك ممكن تفضل انك تبقى نايم النهاردة لساعات متأخرة علشان تنعم بس بالروحة اللي انت فتقتها طول الفترة اللي فاتت بسبب تعبك ومزاجيتك اللي انت مريت فيها لكن فيما بعد الظهر ممكن تفكر بانك تعمل بعض البرامج النهاردة مع اصدقائك او حتى مع حبيبك لليوم علشان ترفع عن نفسك شوية في المساء برضو الاجواة هتكون كويسة لكن حاول انك تفكر كتير في انك كيف تجلب لنفسك الكآبة بدون داعي يعني هتكون عاوز تجيب الكآبة لنفسك وانت خلاص مفيش حاجة بتستدعي ده خليك حاضر انك بترهقش نفسك اكتر وفيش داعي انك تدخل فيك آبة انت في غنى عنها لليوم بالنسبة ليك مهنيا هتستغل اليوم افكارك وقراراتك علشان تبلغ اهدافك اللي انت بتستمنى انك تبلغها واللي هتكون انت رسمها لنفسك بدقة كبيرة جدا وهتتخلص من اي منافسة اتجاه الموضوع ده لان قراراتك هي الصحيحة وهتبلغ اهدافك قريبا جدا بالنسبة ليك عاطفيا بيحمل ليك اليوم ده بعض التقلبات العاطفية فخليك حذر منها وده طبعا بسبب انك بتنشغل عن حبيبك شوية فترة الصباح كله بتكون متفضل زي ما قلنا انك تنام بس وما تعملش اي حاجة انما بعد الظهر الموضوع هيبقى احسن شوية وهتحاول انك تخطط معاه انك تخرج معاه او مع اصدقائك اليوم وده بكله بسبب انشغلاتك عنه خلال الفترة اللي فاتت او حتى بعدكم عن بعض المسافة اللي كان فيها توطر اكتر ما بينكم بالنسبة ليك صحيا على الرغم من كل الضغوط والارهاقات اللي انت بتشعر بيها هتعرف كيف تتماشى مع الظروف وهتحافظ على رونك صحتك اكتر وهتعرف تهدي اعصابك اكتر واكتر وهتعرف تعدي كل الضغوط والارهاقات دي اللي انت كنت بتمر بيها او اللي ما زلت بتمر بيها هتحسدها وهتعيش حياتك بصحة اكتر وهتهدي اعصابك وهتعرف تتماشى مع كل الظروف بالنسبة ليك مرج الجدي توقعات العشرية الاولى موليد 22 ديسمبر الاثنين يناير لو التزمت الصمت فده هيعني شيء واحد والجميع من حولك هيعرف ده يجب انك تكون بمفردك علشان تعيد الشحن اليوم ده كالعادة وهتبحث عن رفقات الاخرين في اليوم ده بالنسبة لتوقعات العشرية التانية موليد 3 يناير 11 يناير هيكون فيه صرصرة كتيرة حواليك وهتشرح كتير من الاشياء لكل الناس وهتكتشف مشاركتك الاجتماعية لانشطة عن جانب من جوانب لم يسبق للاخرين انه يشوفوه فيك وهتدافع عن الاسباب اللي مش هتكون بتهمك بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة موليد 12 يناير ل20 يناير اذا كنت بتعمل في مجال التعليم او هتتطرع عن شباب فهتكون اساليبك فعالة جدا ويمكنك حتى انك تتكيف مع دروسك علشان تطفي القليل من المرح واللعب في التدريس اليوم الخطبك هيتم الاستمتاع اليك وباهتمام اقبل حركة الكواكب اليوم بيواصل الامر عبوره من برج الجدي اليوم لبرج الدلو وهيدخل فيه في الصباح وهيكون اليوم بيكون بنميل لرؤية جميع الجوانب من الامور اليوم ويمكن حتى ان نكون اكتر استثمار في صداقاتنا واتصالاتنا وحتى اهدافنا للسعادة وهيكون دلوقت مناسب علشان نبذل الجهود نحو الاسباب للمشاريع اليوم والتقدمية او حتى اننا نجلب عناصر جديدة فريدة ومسيرة لعملنا يمكن انه تظهر تقنيات جديدة او حتى خيارات جديدة لنا ومع ده ما بدأنا به الان ممكن انه ما ينتهيش مع حلول القمر الجديد قريبا من اليوم الغد ممكن يكون القمر سلمي جدا اليوم نحن في الظلام هنركون بنرمز لاننا بنمهد الطريق لبدايات جديدة وده وقت مناسب علشان نراجع قراراتنا وتفكيرنا بيحدث القمر الفارغ حتى يدخل القمر برج الدلو في الصباح ان شاء الله وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم لي